أمان الرحيم في البداية اسمحوا لي بأن أوجه التحية والتقدير لجميع المؤتمرات والمؤتمرين في مؤتمر منظمة كشاف الجوال منظمة كشاف الجوال هي عضوة نشيطة داخل الجامعة الوطنية التخيم تعتبر من منظمات الجدة والنشيطة والمواكبة لجميع الفعاليات والأنشيطة التي تدخل ضمن برامج الجامعة والجمعيات الوطنية والمتعددة والجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية المكونة لها بالطبع المؤتمر محطة مهمة في حياة الجمعية المنظمة كما هي في حياة جميع تنظيمات التي تتخذ من المؤتمرها محطة التأمول محطة التقييم محطة لبحث الآليات والمناهج للدخول في برامج وأنشطة متجددة التي تستطع تجاوب على انتظارات الشرائح المسهدفة من طرف المنظمة وكما عودتنا هذه المنظمة وهي تواكب جميع الأنشيطة أنها تحاول جهد الإمكان أن تقدم أفضل العروض التربوية طبيعة الحالة الكشفية التي تتناسب توجهات والميولات والانتظارات ديال الأضاء كانوا صغارا أو متوسطين أو كبار وكما يعرف الجميع أن الفعالية التربوية التي تشكل البرنامج ديال الجامعة والمنظمة المخارطة فيها هي برامج بحمولة وأهداف تربوية، تقافية، تنموية، إبداعية والتي تدخل ضمن مسؤولية التعطير مسؤولية التحسيس، مسؤولية توعية مسؤولية الرفع من قدرات المنخارطين لدخول إلى عالم التشيط اللي هو أولاً وقبل كل شيء تربية تربية على القيام، تربية على المواطنة تربية على التسامح باش العضو المنتمي للمنظمة تكون عنده واحد الحامولة باش يمكن له يساهم في طرقية بلاده وفي طرقية المجتمع اللي هو تعيش فيه وكل التوجهات اللي ممكن أن نكتشفوها من خلال البرامج كان وجدوها أنها عندها واحد القيمة مضافة لإعداد النشئة، لإعداد الأطفال، اليافعين، الشباب، الأطور إلى تحمل المسؤولية وانخراق الجدي والفعال في مصار التنمية المستدامة كانت ذاتية أو كانت إنتاجية باش الكل يساهم في بناء البلاد وأيضا في إيجاد المساحات الكافية لتدبير الوقت والستمار باش تكون هناك مشاركة فعالة لجميع الأعضاء كيفما كانت درجاتهم ومستوياتهم وقد عودتنا التجارب من خلال المسارات اللي قطعناها جميع سواء تعلق الأمر بتخيم سوسيو طرباوي أو بتكوين أو ببرامج دعم القدرات أو داخل جامعات ديال اليافعين والشباب أو كذلك في تكوينات ديال المنشطين والمدراء والمكوينين وهذه مساحات تتعطينا جميع إشارة باش تكون عنا أطور فعالة وكفعة لضمان الاستمرارية وضمان الإنتاج في جميع البرامج لأن رسالتنا جميع هو أولاً احترام الانتماء احترام تعددية المشاركة المواضبة وهذه من القيام اللي كتدخل في التطوع اللي كتدخل في التسامح اللي كتدخل في كل المسارات اللي احنا نطلق مننا نخرط فيها بجدية باش نبقوا دائماً ملتسقين بالعمل الجمعوي لأن العمل الجمعوي هو واحد القيمة اللي كتسمح لنا باش نعطيه ما عندنا ونساهمه بما عندنا لفائدات ترقيات المجتمع المحيط البلاد ونتمنى أنه بهذه المناسبة ديال هذا المؤتمر تكون محطة جديدة وتبقى هذه المنظمة متألقة في جميع البرامج اللي غادي تقترحها على الأعضاء ديالها بحسب المستويات وحسب طبيعة الأنشطة وفي الزمان اللي هو محدد باسم الجامعة ومكونات ديالها كنت من المؤتمر ديال منظمة تكشف الجوال النجاح والتوفيق وتكون توصيات اللي غادي تخرج على المؤتمر متابة إشارات باش يمكن تلتقطوها جميع ونعملوه على بلورتها وإدماجها في المنظور الترباوي التقافي الجمعوي اللي احنا كنشتغلوه في الدائرة ديالو وشكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة